سيادة الرئيس في الثالث من يوليو 2013 وحينما اتخذتم القرار الذي أثلج صدور السواد الأعظم من الشعب المصري أدركنا وأيقننا وقتها نحن رجال القوات المسلحة والشرطة بأننا سنخوض حربا طويلة الأمد مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف حقيقة الدين ولا يدرك قيمة الوطن وإذا نظرت الآن في هذه القاعة يمينا أو يصارا أو في الخلف لرأيت وجوها مفعمة بالوطنية وجوها يملأها الحماس المتقد هؤلاء الرجال نبت صالح لأرض مقدسة لا ينضب معينها أتوا اليوم حاملين رسالة واضحة معبرة عنهم وعن أقرانهم المرابطين في كل بقعة في أرض مصر يريدون من سيادتكم أن تحملوا هذه الرسالة لشعبنا الأبي باعتباركم رمزا وممثلا لهذه الأمة يقولون لشعبهم لا تهنوا ولا تحزنوا فوالله الذي لا إله إلا هو لن يرتاح لنا بال ولن يغمض لنا جفن حتى نطهر مصر من خفافيش الظلام الذين يعيثون فسادا في الأرض أعداء الدين والحرية والإنسانية وإلى شهدائنا الأبرار إنعموا وهنأوا في جنات الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا لن نترك ثأركم وسنستكمل مشواركم معنوياتنا في أقصى درجات درجاتها وجباهنا تطال عنانا السماء لكن قد تكون مخضبة بالدماء إلا أنه لن يستطيع كائن من كان أن يكسر إرادتنا أو أن يحني رؤوسنا فنحن شعب عريق في مفاخره وأمة تشتر النصر بغاليها أرض الكنانة ما عقمت ولن حنت يوما إلا لباريها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر